السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وشكرا لفتح هذه المراجعة معكم أخوكم طارق الجاسر واتمنى من خلال هذه المراجعة أني أعرفكم على منتج من المنتجات الملبوسة شايفين الساعة هذه؟ أكيد تذكرونها ساعة هواوي ووتش فت الآن ظهر إصدار جديد باسم هواوي ووتش فت أليغنت أو الأناقة طبعا هواوي تبغى من هذا الإصدار الخاص يجي بلونين اللون زي اللي تشوفونه هذا اللون الفضي وفيه لون ثاني الذهبي ميزة هذه الساعة أنا أعتبرها يعني أبقلكم شغلات حسب تجربتي للإصدار القديم فما بالكم بالإصدار الجديد الإصدار القديم كنت أقرأ رسائل الواتساب اللي توصلني أقدر أقرأها باللغة العربية في عندي أيضا تنبيهات إذا وصلني أي اتصال أقدر أشوف من اللي متصل عليه أعطيله بيزي أو أرد عليه ممكن استماع أو التحكم بالمقاطع الصوتية بالإضافة إلى عمر البطارية وهذا أهم شيء إحنا نبحث عنه في الأجهزة الملبوسة أنت ما أودك كل يوم تحط الساعة في الشاحن ويوم تنسى يومين ما تتذكر وبعدها تضطر أنك تركنها على الرف لكن المنتجات الملبوسة مثل الساعات مثل النظارات اللي تحمل البطارية يحتاج الشخص دوما أن تكون بطارياتها تدوم وتبقى لوقت أطول ما أبغى أطول عليكم بالكلام الإصدار الجديد الآن أصبح فيه متوفر كثير من خواص عندنا شاشة HD بالإضافة إلى عمر بطارية يعني يدوم أكثر من عشرة أيام نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح ساعة Huawei Watch Fit Elegant إيش في اللي داخل الصندوق عندنا نفس الساعة وعندنا الشاحن الخاص فيها زي ما تلاحظون الشاحن يكون فيه دبوسين نحطها بخلف الساعة وعلى طول هي تبدأ بالشحن وعلى فكرة هي تدعم خاصية الشحن السريع فإحنا ما نحتاج لوقت طويل لشحنها وأيضا موضوع مهم طالما إنها ساعة أو سوارة بنفس الوقت فهي تقيس نبضات أو معدن نبضات القلب بالإضافة إلى الصحة مثل قياس الأكسجين أو نسبة تشبع الأكسجين في الدم أكثر من 12 تمرين ممكن أنت تمارسة والساعة تقوم بدورها في تتبع كافة خطواتك كم عدد الكالوريز اللي أنت حركتها خلال هذا التمرين وش نوع التمرين اللي أنت تقوم فيه هل هو الضغط أم الجري السريع أو البطيء هل هو على الدراجة الهوائية أو الدراجة المنزلية في التمرين أو تمارين الأيروبيك نتكلم أيضا بالاستطاعة التحكم بالكاميرا وأيضا بالموسيقى عن طريق هذه الساعة بدون ما أنك تلمس جوالك وهذا شكل الساعة من الأمام ستانلستيل من الأطراف زي ما تشوفون وهذا السوارة السيليكون أيضا مقبض السوارة اليد من الستانلستيل أيضا يعني لونها فضي جميل جدا طيب نشوف من الخلف هنا إضاءة المستشعرات وهذه الدبوسين هي مكان الشاحن طبعا نقدر نغير الأساور ونشتري أساور أخرى عن طريق فتح هذه القفلين الساعة هذه تقدر تستخدمها مع هاتف بنظام الأندرويد حتى هواتف اللي تدعم نظام الآيو اس أو الآيفون فقط بمجرد الاقترام فيها عن طريق البلوتوث وتحميل تطبيق المعيشة في المتجر سواء جوجل بلاي أو تطبيق هواوي هيلث من الأب ستور على الآيفون وتستخدمونها بكل سهولة وهذا هو تطبيق هواوي هيلث نفتح التطبيق بعدين نروح على ديفايسز زي ما تشوفون هنا ديفايسز هذه الساعة اللي أنا لابسها الآن لكن بنعرف الساعة الجديدة نروح عند Add زي ما تشوفون طلع لي الساعة طبعا كيف نعرف رقمها موجود هنا ظاهر لنا أنه إذا لقيت ساعة برقم 30A أضفها أضفتها وطلع لي هل تريد الاقتران؟ طبعا جاري الاقتران بكل سهولة هذه انضافت واشتغلت وزي ما شفتوا اقتران ما في أسرع منه التطبيق اسمه هواوي هيلث على الأب ستور وعلى نظام الأندرويد اسمه المعيشة أو تطبيق المعيشة من هواوي الخواص أو المميزات اللي موجودة في تطبيق هواوي اللي هي الألارم أو جرس التنبيه ممكن هي تساعدك في الاستيقاظ من النوم بالإضافة أنها تتبع سلوكك في النوم وتساعدك على تحسين أو رفع جودة نومك متى نمت بشكل عميق ومتى نمت بشكل خفيف بالإضافة ممكن احنا نتعرف على الطقس تتبع طوال الوقت 24 ساعة طوال الأسبوع لمعدن نبضات القلب نقدر أيضا نقيس مستوى الأكسجين أو تشبع الأكسجين بالدم الساعة رح تتوفر بسعر 499 ريال ورح تتوفر في متجر هواوي وأيضا المتاجر الأخرى أتمنى أفدتكم من خلال هذه المراجعة هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر